هو كان طبعا بدأ مسائلته كارويا في فالفيوم. في الفيوم مزبوط. وبعد مدربي جابوه يعمل اختبرات فنادي الزمالك وقاعد اربع شهور في نادي الزمالك ويمكن قبل ما يوقع على العهد في نادي الزمالك والده رفض انه هو يوقع على العهد في نادي الزمالك لانه كان منتمل الاهلي او حاجات ده كنه. ولكن ما كانتش في فرصة ان يروح النادي الاهلي في الوقت ده راح ليودي نادي الالمنيوم لعب في ناذي الألمنيوم حتى كابتن حزن شاحتها. جابوا من نادي الالمونيوم. كان يعني عينه كويسة بيصداد لعيبة. شوف. جابوا من نادي الالمونيوم. من اقصى الجنوب. ولعب للمنتخب. منتخب الشباب بقى. اتقلق معهم. فاشتراها نادي الزفرة لمدة اربعة سنين. وما لقبش للزفرة على الاطلاق. يعني الزفرة اللي اشتراها ما لقبلوش. لان الزفرة مجرد اشتراها باعوا الامبي هنا في الدور الماضي. ده حي. بعد كده انتقل الاهلي. وكانت بدايته مع الاهلي غير موفقة. لانه واخدش فرصته وكان موجود في عصر زهبي. صحيح. ما لعبش اواء يعني اول ما دخل النادي لايه ما لعبش كتير طبعا. اه ما لعبش كتير طبعا كان في جيل بيرتو. جيل بيرتو اه طبعا. مين يلعب على جيل بيرتو يعني. هو ما لعبش غير لما اصيب جيل بيرتو كان في تشفيات اه في دور الابطال في النهائيات. ولعب وتقلق ومن ساعتها دخل دماغ من والجزء. وبقى اللعب اساسي وبقى يلعب ان توفى الله يعني. الله يرحمه يعني. الله يرحمه يعني. الله يرحمه. ودايما هنتذكره. ودايما في قلوب الاهلوية.